المسلسل ده بينجوين احنا كان سابق اللي نتكلمنا عنه في الحصاب في الوقت ده كنا تقريبا وصلنا للحلقة الخامسة وكان فاضل تلات حلقات وكنت انا ومهر اتكلمنا عنه بشكل ايجابي وواضح جدا على جميع الاسعادة تقريبا ما كانش عندنا اي تعقبات سلبية الا بس في توقعاتنا بالنسبة للتلات حلقات المتبقية هو هياخد الموضوع في انهي اتجاه هل ما تبقى كافي لانه يوصل معنا برحلة معقولة للشخصية بتاعة اوزولد توصلنا لحاجة تخلينا منتظرين العمل القادم ايا كان هل هيكون جزء تاني من فيلم ده باتمان او هيكون نوسم تاني من المسلسل وكان عندنا بعض التوقعات المايكروسكوبية في مصير بعض الشخصيات اتصور ان انا استحق شوات لايكوت على ان التوقع بتاعي حصل واحنا عموما يتهيالي في الريفيو دي او في كلامنا النهاردة ممكن نتكلم بحرية الحر الى ان المسلسل من اكثر المسلسلات الشعبية وخلص بقى له فترة معقولة وبصراحة يعني الكلام عنه تقنيا وعلى مستوى الفكرة وعلى مستوى السيناريو وعلى مستوى الاخراج وعلى مستوى التكسيب وارد وكل حاجة في الدنيا ولكن التعقيمات المهمة عندنا وده حقيقي دايما في اغلب المسلسلات لازم يكون في تقييم للاحداث هل في الاخر اللي تقدم دوت ارضك الدك قاعدة قدام 8 حلقات من المسلسل وده بالنسبة لي عدد معقول بس مش قصير برضو انا عدت كتير استثمرت وقت كتير جدا فلازم نكون وصلنا في الاخر لحاجة مرضية بشكل كبير فانا عاوز اقول مبدئيا على مستوى التقييم اه طبعا رحلة مشاهدتي لمسلسل دا بينجوين كانت مرضية ولكن بناء على التعقيمات اللي انا سمعتها حوالين المسلسل منذ انتهاء والغاية النهاردة انا شايف من القراءة فيها بعض المبالغات حسس ان الدنيا فيها شوية هو المسلسل للي ما يعرفوش يعني قبل ما نبتدي نتكلم في تفاصيل الحرق والكلام دا بيبدأ من نقطة انتهاء فيلم دا باتمان اللي تعرض سنة 2022 بعد اغتيال كارموين فالكون وخلو مركز القيادة في عالم الجريمة المنظمة داخل جوثم وكنا سايبين الشخصية بتاعة دا بينجوين او أوز كوب في نقطة ما هيش مهمة اوي ولكن هو لما بيستشعر ان المكان دا اصبح فاضي بيحاول انه يدخل في صراع من الورثة بتوع الفالكون واللي احنا ما كناش لسه تعرفنا عليهم من الفيلم علشان يعتلي درجات الجريمة داخل جوثم ويصل لمركز القيادة بعد ما كان مكتفي بفوتات الكحكة اللي بيرمهاله من خلال الكازين اللي هو كان مسؤول عنه والحاجات اللي زي دي فالاحداث بتاعتنا بيدخله في صراع مع صوفيا فالكون بصرف النظر من التغير اللي حصل بعد كده وريثة هذه المملكة بعد حدث مهم جدا بيحصل في بداية المسلسل والصراع بيستمر ما بينهم رغم انه في البداية بياخد شكل احتمال انه يكون صدقة واحتمال يكون تحالف علشان نشوف في الاخر مين فيهم اللي حينتصر في الاخر ومين فيهم اللي حينتهي في مركز الزعامة ويا ترى ايه اللي حيحصل انا بشكل عام عجبني جدا 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 التفكير التخطيطي للقصة بتاعة الحواديد بتاعة عالم ده باتمان داخل سيطرة مات ريفز اللي شفتنا من الغير دلوقتي عملين الفيلم وشفتنا دلوقتي هذا المسلسل ليه عجبني اوي هذا المسلسل لانه تطرق لحاجة داخل عالم باتمان محدش كان بيتكلم عنها قبدا رغم انها بتظهر تقريبا في كل الافلام وفي كل المعالجات يمكن يكون تم التعامل معها في واحدة من الافلام الكارتون وبكل تأكيد تم التعامل معها ما في الكوميكس ولكن في الاعمال البوبيلر المسلسلات الكبيرة الفيتشر فيلمز والحاجات ده ما كنا شفناها قبل كده وهي عالم الجريمة المنظمة داخل جوتن بعيدا عن باتمان وبعيدا عن الشخصيات السايكوباتية اللي احنا عارفينهم كسوبر فيلنز معنا في الاحداث اللي هما دايما بيكونوا موجودين كبطانة داخل الاحداث بتاعت الافلام المسلسلات الاخرى كارمين فالكون سالفاتور ماروني تابينجوين ما عرفش عائلتهم الخسراعات اللي معاهم بقية العصابات والكلام ده كله فالحاجات ده كان لازم نلائلها بيت علشان لما تيجي تبحي تبحيك بشكل منظم ونعرف عنها تفاصيل على مستوى الاحداث وعلى مستوى تحليل الشخصيات ينفع يستعين بيها بعد كده داخل بعض الاحداث ويبقالها معنا يعني احنا لما اتفرجنا على فيلم ده باتمان عدينا على شخصية ده بينجوين وكان عندنا علامات استفهمه وعمل ايه هو ليه تجيب واحد زي كولن فارل يتحط تحت الماسك يعمل المشاهد القليلة دي ونطلع في الاخر لما الناس تسألنا هو ايه رأيك في شخصية ده بينجوين تلاقي ما عندكش حاجة تقول انا اتصور من بعد المسلسل ده لا كل شخصية من دول هنطلع بعد كده عندنا حاجات نقولها عنها وخصوصا هنا بقى ممكن نبتجي نتكلم بحرق اللي لسه ما شافش انت غريب جدا يعني بس هنتكلم بحرق ان بالفعل او ده بينجوين وصل لزعامة الجريمة المنظمة بعض القضاء تقريبا بالكامل على عائلة فالكون وعائلة ماروني مع بعض البقايا اللي ممكن يتم استعادتها او يتم استدعاءها مرة اخرى في مستقبل الاحداث فلما نخش جوى العالم ده ونفهم التنظيم بتاعه ونفهم الصراعات بتاعته ونفهم التاريخ بتاعه ونشوف مين كان بيكايد في مين وإيه اللي قدى لان الحسابات ده تتصفى وانا شايف ان ده كان شيئدكي جدا لان احنا في الفيلم نفسه كان عندنا بعض اللخبطة مين ماروني ومين فالكون ومين معرفش مين ومين بنت مين ومين عمل معرفش ايه دلوقتي خلاص احنا صفينا الدنيا داخل احداث بتاعت المسلسل وصلنا لشخصية واحدة في زعامة الجريمة المنظمة واخر مشهد حصل في المسلسل كله هو مشهد استدعاء ده باتمان معنى كده اعتقد ان المسلسل بيبعث لنا رسالة ان اللي جيد داخل هذه الحدوطة هو الفيلم فيلم ده باتمان تو ده كلام حلو جدا ومنظم جدا ورائع جدا يشكر المسلسل جدا على الاستثمار الرائع والرهان المخيف في شخصية صوفيا فالكون من خلال انك تقدم شخصية اصلا بالنسبة المحبي السينما بعيدا عن الكوميك بوكس هي غير معروفة وتنسب مسئوليتها لممثلة هي كمان غير معروفة اللي هي كريستين ميليوتي اللي هي تاريخها معانا كله على بعض وناس شافوها في هواي ماتيو المودر دي انا ما شفتهاش فمعرفش الحقيقة ولكن تذكرت او حد ذكرني بان هي كانت عاملة دور ميرات ليوناردو دي كابرو في داولف وول ستريت فانت بتراهن على اسم مش معروف قوي في الدور التاني المهم جدا داخل الاحداث وقدمت اداء اعتقد ان هي سرقت المسلسل بالكامل وقدمت من خلاله افضل حلقات المسلسل اللي هما في رأي الشخصي رابعة والخمسة بكل تأكيد افضل حلقات المسلسل عندي شوية مشاكل بقى في التلات حلقات الاخيرة من المسلسل اولا انت لما تيجي تتكلم على النقطة اللي احنا وقفنا فيها تكتشف ان اللي حصل كله على بعضه من بداية المسلسل لغاية نهايته او من بداية الموصل لغاية نهايته حقيقة مش كتير يعني الكلام دوت لو اتعامل في فيلم احنا كنا دايما بنقول طب ليه مش فيلم ليه مش بتاع هو الحقيقة لو اتعامل فيلم هي تعمل فيلم قصير جدا لان انت عاريك كويس قوي ان في الفيلم هيجرده كتير قوي من التفاصيل التحليلية بتاع الشخصيات وحيقدمه احداث 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 عشان تكتشف ان في الاخر الاحداث عبارة عن براغراف براغرافين بكتير قوي من غير التاريخ من غير الفلاشباكس من غير القصة بتاعة وهو طفل من غير القصة بتاعة صوفيا قبل ما تنقلب الانقنام اللي حصل لها دوت من غير الصراع بتاع العائلات من غير الحدوتة بتاعة فيك بأسرته بتاريخه بالكلام ده كله تلاقي ان الاحداث نفسها اولا قسيرة جدا تانيا ودوت المعكس بشكل كبير على استقبالي مش هقول السلبي ولكن اللي فيه بعض التحفظات على تلات حلقات الاخيرة مكرر جدا احنا كام مرة شفنا قوز بيتمسك ويطربت ونبتدي نوع ده ده هعمل فيك عميل ده انا هوريك الويل ده انا حصدر لك حزن لم تراه من قبل ده انا هنتقم منك ده انا معرفش مين وتقريبا تلات او اربع مرات بينجح في الهروب منهم مرتين بالصدفة البحتة امام عصابة مدججة بالاسلحة وفاجئته وعملته بتاع كام مرة نقبضه ونمسك عليه ونربطه ونعمله وبعدين يفلفز كل مكام مرة نعمل ايه ده كتير جدا ومكرر جدا وبعدين بقى متوقع فترة من الفترات حتى القدرة على مفاجئتك او صدمتك كمشاهد ما كانتش كافية بالنسبالي وبعدين بقى عندي كمان تحفظ مهم جدا وكبير جدا عاوز اقوله بشكل جامد وهو اني بصراحة معترض على الكاستنج بتاع كولن فارد من الناحية الدرامية لان من الناحية الشعبية لا انت كنت محتاج اسم معقول بكل تأكيد انت محتاج اسم سحري الاسم اللي يرضى بانه يطلع في الفيلم بالدور القصير ده وما يتقالش علي انك جبت اسم كبير قوي علشان يعمل دور صغير زي ده وبعدين لما الشخص دوت يتاخد علشان تبيع مسلسل باسمه يبقى كافي جدا بالنسبالي فلو هتفكر في الاسماء دا تلاقي ان القاعدة تاعت الاختيارات بتاعتك ضيقة جدا فعلا وان كولن فارل اختيار عبقالي وان اللي هو قدمه من خلال التكسيد كافي الى حد كبير بس انا زي ما قلت لما اتكلمت على الفيلم بقول تاني وانا بتكلم على مسلسل انا ما شفتش حاجة من كولن فارل نفسه انا بنعمل كوز بلاي يا جماعة هو كولن فارل عامل كوز بلاي روبر دينيرو وهو عامل كوز بلاي الكابون في فيلم دي انتوتشبلز بنفس التعبيرات بنفس الشكل بنفس البتاع يعني حتى كان ممكن يبقى عندك تحفظات على ان هم عملوا كده في روبر دينيرو لما عاملوا دي انتوتشبلز معرفش سنة كم وتسعين على رغم من ان كل اللي هم عاملوا ساعته ان هو تخن نفسه شوية وعمل شعبه انت البرادي جايب واحد قالب سحنته بالكامل هل ما كانش فيه ممثلين تانين عندهم القدرة ان هم يعملوا دور زي ده وهم اقرب ليه شكلا شوية يعني انا بفكر سريعا في حدث زي ماريكل ستولبارج مثلا ودوت ممثل تقيل تقيل قوي يعني بس مش اسم لو تحط فيلم ده باتمان ما يضفلوش على مستوى الاسماء ولو جيت بعد كده تبيع مسلسل على اسمه مش حيتباع مش عارف يعني حاسس ان الراجل دوت عنده تقاط وعنده قدرات يقدم حاجات اكتر بكتير من اللي قدمها لذلك انا بتكلم بمنتهى الصراحة وحاسس ان دوت شيء انا مقتنع به وتفاجئ لو فيه خلاف كبير قوي عليه انه على مستوى الاداء التمثيلي في الادوار لاربعة الكبرى بتاعت المسلسل اللي هم هو وصوفية وفيكتر واللي قامت بدور الوالدة انا بالنسبة لي هو يأتي في المقام الرابع انا بالنسبة لي نجمة المسلسل والاكتشاف والاختراع وصاحبة الحلقات الافضل ولو كنت قعدتني معاه فترة اطول كنت حبسط اكتر صوفية 100% يأتي بعدها فيكتر يأتي بعدها ام ويأتي بعدها هو بس الحلقات الاخيرة قدمت لنا حاجات على مستوى المكافآت قدمت لنا قصة الطفولة بتاعت عز وده كان شيء رائع جدا ورسم ابعاد مهمة قوي قدمت لنا الانقلاب الشديد المخيف على فيكتر واللي انا قعدت اصارع نفسي وانا بتكلم هو انا عجبني ولا مش عجبني لان هو بكل تأكيد دايقني واستفزني جدا طب ليه قعدنا وقت نقدم قصة طفولته وقصة أسرته وقصة وصوله لحالة اليوتن وقصة الخوف اللي عنده وقصة مرافل ليه لو في الاخر هتضحي بيه وارجع واقول انك لو ما كنتش قدمت الكلام ده كله تضحي بيه ما كانتش هتبقى صادمة فانا في الاخر بعد ما عاندت نفسي وتأكدت من ايني متدايق ومستفز ومش مبسوط والكلام ده كله مدى موصلتني كله ده يبقى انت صح يبقى انت عملت الحاجة الصح انا مقتنع ميا في ميا فمسلسل ده بينجوين واحد من افضل مسلسلات السنة وقد يكون افضل مسلسل في السنة لان انا لغاية الوقت ما شفتش مسلسلات كتير ممكن افتكرها وانا بفكر في لقب افضل مسلسل في السنة مش عشان هو استثنائي قوي وممكن يتخطى حدود السنة دي مش عارف يعني لو فكرت فيها شوية مع ايه ممكن يكون من افضل عشر مسلسلات في اخر خمس سنين من افضل خمس مسلسلات في اخر عشر سنين جدلا لو فكرت فيها ممكن اوصل لحاجة بالطريقة دي حتى الان اتصور ان هو افضل مسلسل في السنة فعلا بس ما هوش المسلسل اللي ما تشوفه تقول ولا حيطلع مسلسل افضل منه في ما تبقى من السنة وهو ما تبقى في السنة قليل ولكن لا استبعد ذلك لان انا تقييم المسلسل ثمانية من عشر مش هقدر اديله اكتر من جدا طبقات الشخصية مش ركبة على بعض اصلا طب هو دوت ينتمي لمرحلة التناقمت هو عنده جانب ممكن يتقال عليه طيب ممكن يكون رحيم ممكن يكون متبني لمعاناة ابناء طبقته بس هو قبل ما ينتقل للمرحلة القادمة في حياته اللي انت حتشوفها يقيمة في باتمان 2 يقيمة في سيزن تاني من المسلسل دوت هو كان لازم يقلع الكلام بكله هو دلوقتي تبنى الوضاعة بكامل اركانها خلاص هو باتمان ما تذكرش خالص ليه تذكر في الاخر خالص تعمله ريفرنس وعلى فكرة برضو من الحاجات الزكية اللي تعملت جوه المسلسل وكننا تكلمنا عن الموضوع دوت قبل كده انك لحو تعمل اي فيلم او اي مسلسل عن شخصيات فرعية لازم نطاقه الزمن يكون ديق شوية ونطاقه الجغرافي كمان يكون ديق شوية عشان تبرر ليه السوفر هيروز الجمدين اللي مجودين في العالم دول مدخلوش جوه الاحداث فدي حاجة تحسب للمسلسل انه هو ديق النطاق بتاعه يقدم كمية من الاحداث من المقبول انها حصلت اثناء ما باتمان مشغول بالاثر التدميري اللي عمله دريدلر من خلال هد الجسر المائي والكلام ده فلا دي تكيسة كويس دي من الحاجات الكويسة قوي في المسلسل عمو المسلسل كويس قوي يعني انا لو حدا ما شافوش ولسه بتفرج بقى انت عملت في نفسها الجريمة لان انا حرقة تبقوة يعني بس المسلسل يستحق ان هو يتشاف حقيقي حتى الان يعني يمكن احب ارجع الفكر دات وارجع افتكر انا شفت ايه من اول السنة لغاية دلوقتي بس اتصور ان هو افضل المسلسل في السنة لا احنا عدنا على وعدنا على خلونا بقى ارجعلكم في الموضوع ده